فيما يشبه لهات الفرصة الأخيرة يسابق المبعوث الأممي الزمن لجمع شتات اليمنيين لكن الحرب لا ترى في لهات المبعوث ما يشي بأنها ستتوقف أو حتى تستريح على الأقل في هذا الشتات الطويل شتات تلوح من خلاله المحاولات الدبلوماسية الوقف حمام الدم المسفوح الذي أغرقت الميليشيا وحليفها المخلوع البلاد فيه منذ عامين أربع جولات خاضتها الأطراف اليمنية في جنيف والكويت لم تفلحا في تسوية الأزمة اليمنية تعثرت الخطوات كلها وها هي تعود من جديد لتشق الطريق المفخخ بالدم والنار نحو جولة خامسة جولة لم تحسب بعد الموافقة عليها ولا يعرف بعد زمان ومكان عقادها تقول الحكومة اليمنية إنها لم تتسلم معلومات حول مكان وزمان عقاد جولة جديدة من مشاورات السلام وأنها مستعدة للمشاركة في اجتماع لجنة التهديئة والتواصل في العاصمة الأردنية بدعوة الأمم المتحدة نعم ناقشنا هذا الاجتماع ووضعت الأمين العام في صورة تطورات اللحظة في هذا الجانب وموقف الحكومة اليمنية وحرصها على السلام واستعدادها للمشاركة في اجتماع لجنة التهديئة والتواصل في العمان بالأردن الذي دعا لها المبعوث وتقديرها لكل الجهود الدولية من أجل الوصول إلى السلام في اليمن اجتماع لجنة التهديئة والتنسيق في عمان الهدف منه بحسب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ التحذير الوقف في إطلاق النار والتمهيد لبدء مفاوضات جديدة مفاوضات حتى عليه اجتماع الربائية في الرياض بحضور سلطنة عمان باعتبارها طرفا وسيطا جدد الاجتماع دعمه للمقترحات الأممية وأكد على المرجعيات الدولية والوطنية لحل الأزمة مشددا في الوقت ذاته على عدة نقاط أبرزها تسلسل الخطوات الأمنية والانسحابات اللازمة إصلاح مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد توقيع الاتفاق والسناف المشاورات على أساس المرجعيات الوطنية والدولية وكذا الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية الانسحاب ومن ثم التوقيع على الاتفاقية النهائية بين الأطراف يعقب ذلك انعقاد مؤتمر المانحين بشأن اليمن ومن ثم قيام الحكومة بمباشرة الحوار السياسي لإنهاء خارطة طريق الانتخابات ومشروع الدستور الجديد في طريق الجولة الجديدة من المشاورات ألغام عدة لا يبدو من الممكن انعقادها دون تفكيكها لأجل ذلك يسابق المبعوث الدولي ومن ورائه واشنطن وبريطانيا الزمن للضغط على الأطراف وحشد الدعم والإسناد للخطط المحمولة في حقيبة ولد الشيخ وبانتدار ما ستسفر عنه المحاولات الدبلوماسية يبدو اليمن داويا وتائها يشيع موتاه ولا يعرف ما يحمله الغد القادم من بين أضلاع الصراع اشتركوا في القناة